تميل و عملت في الإذاعة بعد يا دفتور لا عملت في الإذاعة في الجامعة لما نسألت في الجامعة و أنت تدرس في كلية الطب كنت شارك بعض المقاطع في نسيم الصباح و يمكن يسمعنا الأستاذ محمد أبو ناصف كان يدعمني الله يزا خير و بعدها عدت برنامجين برنامج الأول اسمه المرأة في حياتي و برنامج ثري الحقيقة و أنا كنت أتمنى أنه والله أحصى على تسجيلاته و نسجلنا من يمكن ثلاثة مواسم ناقشنا دور المرأة في كافة الشخصيات الموجودة ضمن حلقات سجلتها مع الشيخ حمد الجاسر مع الدكتور عبدالهاب المسيري مع الدكتور سعد عبدو مع كثير من الشخصيات الكبيرة هذا كانت تسجيل و بعضها كانت دراسة أبحاثة كنت جاحد و المرأة القي لأنه كان أسبوعي فكنت أكتب الحلقات و عدها من مكتبة الجامعة مكتبة جامعة في السعود كنت أقضي وقتي كثير من الجامعة أخرج إلى الساعة 10 في الليل و أكتب و بعدها عدت برنامج ثاني من صور نحاة شعوب جميل نعم برضو ذكر تركس دير الله أرحمه والله كثير دخلات كثيرة أغلب الشخصيات السعودية المعروفة سجلنا معهم دور مرة في حاتهم كان في كل واحد عنده دور زاوية معين زاوية أغلبهم أغلب الشخصيات التي أذكرها كانوا يتهمة أغلبهم كانت الأم هي كل حياته الحقيقة أن أعطيت بعض المادة التي كنت أن أجمعها في كتاب لكن طبعا المحتوى قد يكون ضعيف لذلك شاب صغير لكن المحتوى لذاعي كان جيد و أظن حتى شاركت لذاعي ببرنامج في بعض الدول ثم عملنا برنامج من صور نحاة شعوب و وقتها كان الحيد بالماسي انتقل للرياض فكان في سفرات كثيرة و كنت حريص أن أذهب إلى السفرات و أرى ما عنده فكنت أحرص أن أذهب إلى السفرات و أأخذ بعض المهرجانات التي عندهم و العادات أو كده يعني ألتقي بالسفيرة أو ألتقي بالقنصل و أجهز مادة إذاعية فهذه كانت فيها كلها في المرحلة الجامعية في الجامعية و أنا أثرت على دراستك أثرت قليلا أثرت حقيقة في سنة ثالثة أو رابعة قررت أن أترك الطب لأن الإعلام تعرف بهر رجل الإعلام و كنت صحفي و كنت يعني و فترة هذه كنت برضو صحفي متميز لأنني أعرف اللغة الإنجليزية و أغطي المؤتمرات العلمية فكنت أجد حظة يعني في الأماكن يروح إلها و كده نقول يعني لو لم يكن الدكتور شبب طبيبا لكان إعلاميا هذه أحد الأسباب فأنا قررت أني أترك الطب حقيقة يعني لكن أحد المسؤولين الذي كنت أشتغل معه أنا كنت أشتغل في العلاقات العامة في المستشفى عسكري و أنا في كلية الطب و أنت في كلية الطب نعم كنت أخذ هذه القصة لكن بعد الفاصل نقول لك و تأثيره الذي قال لي أنك ترى ممكن تكون إعلامي و أنت طبيب آه جميل يعني تجمع بين الاثنين ترجمة نانسي قنقر